أسألك سؤال أنت ذكرت تعاون مع صندوق الأمان في حال حدثنا عن التمكين النفسي والعاطفي والرعاية المعنوية خلينا نقول له هالفتيات ولكن بسبب للموضوع الأكاديمي كيف تتعاون مع صندوق الأمان؟ نحن صندوق الأمان على فكرة من خلالنا لما نبعت له أي صبية أو شاب بدهم يأخذوا فرصة دراسة سواء كانت أكاديمية كليات أو كانت مهنية ما بيأصروا على طول بيقدم الشاب بيأخذوا بيعطوهم سكن بيعطوهم بدل مواصلات وبيعطوهم الفيز يعني بيدفعوا عنهم التكاليف فإحنا في تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية صندوق الأمان مؤسس الأميرة تغريد إحنا مناخد الجانب النفسي الاجتماعي يعني أقول لك صراحة أنا مثلا كتير بفتخر وأنا باعتبر حالي أنه محظوظة أني أنا فعلا بناتي هدر باعتبرهم جزء مني صاروا يعني عاطفيا متورطة معهم وأنا كتير في عندي مجموعة من البنات اتزوجوا وطلعوا من بيتي وبعتبرهم بناتي وإذا صار معهم أي شيء يعني أنا هدول بناتي يعني وزوجي نفس الشيء وإحنا كعائلة أردنية متبنيين هذا الموضوع ومنوقف لهم وكل زيجانهم بعرفوا الحكي هذا فلو كل عائلة فكرت في الطريقة هذه وأنا يعني بحترم جدا أزواجهم وعائلات أزواجهم اللي محترمينهم وما شاء الله عليهم رائعين يعني وأسلم عليهم اليوم وإحنا من صوتنا لصوتكم نسلم على ندى اللي موجودة معنا اليوم حبيبك ندى فكرة لما زارونا لأنه كلام على فكرة كلام الدكتورة أغدير مش بس يعني نظري أو منمه لا طبعا لا ندى معاها ندى صبية يا وراء الكاميرات صباحك سعيد وجايت رافقها والله فرحان أنا في حضورك يعني عندنا خيرات الله بس لازم أنت لازم تكون زعلان لأنه لما كانت معنا الدكتورة أغدير الحديث عن سوق نعم لما أنت كنت بأميركا ندى كان جايبتنا مع حفطور فاليوم ندى جيلة الله أنك تضلع علشان تفطري معنا بس وين الفطور الجرش الزاكري المرة الجاي المرة الجاي لا المرة الجاي بتيجوا عنا على المؤسسة وبتدوق الكيترينج تبعنا إحنا كمؤسسة عنا كتيرينج وعنا كتير مشاريع إنتاجية عشان نقدر تستستين يعني هذه أحد الشغلات كمان المهمة اللي إحنا برضو طلعنا منها عن المألوف إنه إحنا حتى المؤسسة إحنا ما منطلب مساعدة من الناس إحنا بالعكس إحنا منقدم خدمات وعندي أنا تقريباً مئة فرصة عمل عندي حالياً موجودة في مؤسسة الأميرة تغريد وبالمحافظات بتقدم خدمات في البنات بقدموهن السيربس بقدمو كيترينج عنا خياطة عنا كتير شغلات عشان إحنا ما إحنا وي أر إمباورمنت للتمكين الذاتي ما منطلب فلوس للمساعدة ترجمة نانسي قنقر